30 سنة مرت على بداية العمل بالبرنامج الوطني للتمنع مناسبة تم تخلدها تحت الرئاسة الفعلية لرئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل الأميرة للا مريم بالمركز الصحي زرقطوني بمدينة مراكوش وقد قدمت للأميرة للا مريم خلال هذا الحفل بيانات توضيحية حول تطور البرنامج الوطني للتلقيه ونتائجه برنامج منذ الإشراف الفعلي للأميرة للا مريم علي جعل من المغرب أحد البلدان الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضمن للأطفال الحق في الصحة وفقا للاتفاقية الدولية التي صادقت عليها المملكة تأتي هذه البادرة في إطار من الاستمرارية كما تعلمون جميعا نظمة الحملة الوطنية الأولى للتلقيح برعاية وبمبادرة من الأميرة للا مريم سنة 87 والتلقيح هو الوسيلة الأكثر أمانا وفاعلية لحماية المغاربة وأيضا لتجنب الإصابة بعدد كبير من الأمراض كالدفتيريا وشلل الأطفال والكزاز وغيرها اليوم يستمر الالتزام بالموازات مع مقاربة ترتكز على النتائج ولهذا في من المهم جدا بالنسبة لنا ضمان حدوث تغير إيجابي ملموس الاحتفالية بمرور 30 سنة على بداية العمل بالبرنامج الوطني للتمنيع كانت مناسبة لتتمين الإنجازات والتحسيس بضرورة وأهمية التلقيح كتدخل فعال لحماية صحة الأطفال حيث ساهم في خفض وفاية الرضع والأطفال بنسبة 95% كما أنه لم تسجل أي حالة من شلل الأطفال منذ عام 1987 سنة الإشراف الفعلي للأميرة للا مريم على البرنامج الوطني للتمنيع مناسبة لنقفوه على الإنجازات اللي قامت بها بلادنا أولا بفضل الرعاية والدعم ديال سمو الأميرة جيلة للا مريم ثم كذلك عبر المجهودات اللي قام بها القطاع اليوم صبحنا يعني 13 اللقاح 12 اللقاح بالنسبة لأطفال أقل من 5 سنوات واللقاح بالنسبة لأم البنية أنا يا ولد تانيت هنا فاتس بيطار الزاقتوني الحمد لله زوين نظافة وكل شيء اعتنوا بنا وبالنسبة لتلقيح أنا ديما كان ديلا تلقيح نيج هنا بيتليها تلقيح من الزاقت من 15 يوم ديال شهرين ديال شهور وربع شهور بقت يدي ستة نشعة اللغة تانديرها له ولد هنا بهذه البنية ولدها ولد خمسة أنا معه وفابور كل شيء فابور أعطونا دفطاء فابور والبنيات كلهم أولادي دوزهم هنا تلقيح ليهم حتى يوصل عندهم خمسة حاليا يتوفر المغرب على 12 لقاحا لفائدة الأطفال والرضاء بشكل مجاني ومستمر لقاحات ضد الأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة أو الموت ويستفيد منها الأطفال وفق الجدول الوطني للتلقيح الذي يستجب للتطورات العلمية والتغيرات الوبائية ترجمة نانسي قنقر